احنا في الكلية اخدنا كزا تشابتر اخدنا في السكشن كمان غالبا اخدتوا اكيد صح? اخدتوا النيرز اللي عاملة سابلاي للسنان بنخدر ايه? صح انا اكيد اوكي. طيب احنا مبدايا هنبدأ في الجد خلي في الاخر شوية احنا نهاردة هنبدأ ان شاء الله بشابتر بي من اسمه يعني انا عايز اعرف ايه هي النيرز اللي عاملة سابلاي للسنان. احنا هناخد ان شاء الله على مرتين النهاردة هنبدأ بالمكزيلرين وان شاء الله المرة الجاية نبدأ بيه. بس سريع كده برا المنهج ان انتو عارفين ايه هو بتاع اللي عامل السنان حد في السكشن سيما اي حاجة عن حاجة اسمها طب من الاول خالص احنا في سنة اولى كنا اخدنا ان احنا عندنا اتناشر خارجين كلهم من البرين وبيسابلاي اجزاء معينة في الهد وعندنا واحد وثلاثين خارجين من سباينال كورز بسابلاي بقيد الجسم بما انه الاسلام بتاعيتنا موجودة في منطقة الهد فانا اتوقع ان هي اكيد واخد السابلاي من واحد من الكرينيال نيرف برا المنهج برضو احنا عندنا عندنا اتناشر ما يهمونيش كلهم انا بالنسبة لي اهم واحد فيهم هو احنا عندنا اتناشر الكرينيال نيرف رقم خمسة بنسميه تراجينيال نيرف تاني بنسميه نحن نرد نرول اسمائك كتيرة اقوي جديدة فخليه مع بعض الكرينيال نيرف رقم خمسة اسمه ده اهم واحد فيهم بالنسبة لي انا كاد انتس واكبر واحد في الاتناشر على فكرة والاسم منها تراجينيال يعني تراي. لان هو بعد ما بيخرج من البرين بيتقسم انتو سري ديفيجنز. اول ديفيجن عندنا بنسميه تاني بنسميه كلمة يوناني يعني عين. يعني النيرف اللي رايح يسابلاي العين والمنطقة اللي حواليها. تاني نيرف اسمه اسمه بيسابلاي المكزيلا والاوبرتيف كلها. تاني نيرف اسمه كله. يعني ببساطة انا شغلي كله في المكزيلا والمنطقة اللي هما اصلا من العظيم قوي الكبير قوي بتاعه. ده بيبقى شكله. ده بتاعته. بيتقسمه تلاتة الورنج اللي فوقه هو رايح للعين والمنطقة اللي حواليها. اللي في النص رايح للمكزيلا اللي تحت نزل الماندبل نيرف. كل ده برا المانج اجرس بس بتندرتش. الحاجة التانية لو حد فاكر في الاناتومي كنا قلنا ان دايما اي كرينيال نيرف لازم تعرف بتاعوي الاصل بتاعوي. يعني كرينيال نيرف باين من اسمه ان هو خارج من البرين. او ما لان ليسا ميتو كرينيال معشان خارج من البرين. من انهزون بقى معينة في البرين. احنا عندنا خارج من منطقتين مش من منطقة واحدة. اول منطقة خارج منها منطقة فعلا في البرين وانا مؤقتا عايز احفظ اسمها بس بنسميها منطقة البونز تاني بنسميها منطقة دي منطقة موجودة عندنا في البرين في بتاع البرين هي المنطقة دي. اي. وانا مش هايز ادوش دماغكو بيها خالص دلوقتي لان احنا نشوفها بالتفصيل ان شاء الله في شابتر البين. مؤقتا بس تعرف ان هو خارج من منطقة في البرين اسمها دي اول منطقة. تاني منطقة وهي اكشل منطقة جنب البرين يعني مش جوه البرين وهي منطقة وهنرغي فيها كتير شوية. بنسميها بنسميها تاني بنسميها ترايجيمينال جانجلين. معلش نعرف الاسماء صعبة ويمكن جديدة شوية بس هنعيدها تاني بنسميها. ترايجيمي للجانجلين. الترايجيمل الجانجلين دي هي جانجلين عادية جدا زي اي جانجلين موجودة في جسمنا. واحنا كمان نص ساعة بالزبط هنعرف عند اي جانجلين موجودين فيه وكذا. بس مؤقتا ان تقيقلين كده خارج منها الترايجيمينال نيرفف انا عشان كده وتنسميها ترايجيمينال جانجلين. يبقى ان اللي انا عايزك تحفظه مؤقتا انو خارج من منطقتين اول منطقة في البرين اسمها تاني منطقة جنب البرين على طول اسمها معلش ممكن نرغي بس شوية في الحاجة تاريخية كده بتاعها دي اكتشفها دكتور نمساوي اسمه جوهان جاسر فعشان كده سماها ساعاتها يعني باسمه سماها جاسيريان جانجلون هو الخط ده لف خلص الترايجانجلون بتاعها دي تاريخيا كده اكتشفها دكتور نمساوي اسمه جوهان جاسر فعشان كده هو ساعة هيا يا اكتشفها باسمه سماها جاسيريان جانجليون تاني سماها جاسيريان جانجليون جانج جاسيريان او جاسر ده الله يرحموا بقى لما ساعة اكتشفها بص لقى بالمنظر ده. ممكن نبص عليها? هي لونها ابيض دي. واخدها شكل ايه? واخدها شكل ايه? اه بالزبط. نص? اه بالزبط. ليه اللونها ابيض دي? اوكي. هو ساعتها لما اكتشفها قال اه دي واخدها شكل ايه واخدها شكل نص دايرة كده. خلاص انا اسميها اسم تاني. هسميها سيميليونر جانجلون. تاني هو سماها سيميليونر جانجلون. برا المنهج كده. لون كلمة فرنساوي يعني امر. فسيميليونر جانجلون يعني الجانجلون اللي واخدها شكل نص امر يعني نص دايرة. بس هو كان رجل اوفر شوية. فهوضع رول اللي انا عايز اعرفه ان الجانجلون بتاعت دي ليها تلات اسماء. اسمها الرسمي اللي هنقوله كتير اوي اسمها تاني اسمها? تلا مع بعض اسمها? جانجلون. تاني واحد على اسم الراجل اللي اكتشفها اسمها? جاسيريان جانجلون. تالت واحد على اسم الشكل. شكلها نص دايرة يبقى اسمها سيميليونر جانجلون. طيب الجانجلون دي موجودة فين? بصوا ده ما كانها بالزبط. اوكي. هو دا ما كان بزبط. في الاناتومي اللي احد فكر في سنة اولى احنا كنا بنسمي الحفرة دي كلها بنسميها كريني الفصة. متقسمة تلات تلات. التلت القداماني اللي هو دا دا بنسميه انتيريير كريني الفصة. التلت اللي وراء اللي هو دا بنسميه باستيريير كريني الفصة. يبقى تفتكر التلت اللي في النص هنسميه ايه? فانا بقول ان التراججامل الجانجلون بتاعت دي موجودة في الميدل كريني الفصة. ايوا فين بالزبط بقى في الميدل كريني الفصة. برا المنهج كده لو بصيت هنا هتلاقي فيه حفرة الجانجلون موجودة داخلها. شايفها? دي. اه. شايفنا? اي دي. هي اللي نفس الجانجلون ايه? الحفرة دي. اه. شايفين? اوكي. الجانجلون دي اكتشافها دكتور الماني اسمه جهان ميكلي. فسعيت هو سماها باسمه سماها 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 انا عارف الاسماء جديدة ويمكن ما هاش علاقة بينها هو بس هقول لك السؤال هنا بيجي فين بالزبط كامسة كيوة. اللي انا عايزك تحفظه مؤقتا كده ان انا عندي ليها تلت اسماء اسمها او جاسيريان جانجلون اسم الرجل اللي اكتشافها او فين مكانها مكانها في اسمه في الميدل كرينيال فس في الميدل كرينيال فس ممكن نكتبها اهي الجانجلون بتاعت اسمها او جاسيريان جانجل او سيميليونر جانجلون موجودة فين موجودة ميكل كافتي دي كافتة صغيرة موجودة في فصة كبيرة اوي اسمها ميدل كرينيال فصة هنقول حاجة اخيرة بعد كده نرجع ان نجمع كده كل اللي احنا قلناه انتوا عارفين في شابتر او لما اخدنا نيورو هستولوجي عارفين احنا بنقسم نيرف سيلز كفانكشن سنسوري وموتور ان شاء الله لما نبقى ناخد شابتر نيورو هستولوجي كمان مرتين او تلاتة هنعرف ان ربنا بيبقى خالق الترعجام الانجلون دي كلها من الانجلون внутри جانجلون هنبedar بيبقى يمكنها انت اول تأخير ان ern react 辦法 لقد ابقى غاضر نظام للروقات الداخلة سبعد كفانكشن سنسوري هذا اكثر في ذلك ارتفاع الانجلونقى في Любام آخر الترعجام الانجلون تأخير تأخير الارسيول سيكون الطريجام الانجلون حولها ان quyاخ في الانجلون بنفس الخارج من البونز هيكون ايه? احنا بنقول انه متوقع تراجيم والنرف اللي هما كرجين من تراجيم الفشل فمؤقتا لحد دلوقتي Vill imperfect up need to circle ولان كله خارج من الشناء في المفت 보여ه كرجين مطلبي لأن كله خارج من الشناء في الان يوجد النوارة من المفت اجراء اللهم من البونز دي مخرجة ايه? معلش دي حاجة صعبة شوية? البونز خارج منها شوية نازلين تحت 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 كده وعملين مع الجزء بتاع المنديبلر نيرف. تاني البونز مخرجة شوية نازلة عاملة متحدة مع الجزء السنسوري بتاع المنديبلر نيرف. وهما الاتنين كده عملوا مع بعض المنديبلر نيرف بتاعك. فانا كده لو جيت اقول الافصال ميك نيرف والمجزيلة نيرف والمانديبلر نيرف. مين فيهم سنسوري ومين ميكسد ومين موتور? الافصال ميك نيرف هو بيورلي سنسوري لانه كله خارج من الترائيجين من السنسوري. مجزيلة لنفس الكلام. سنسوري عشان خارج من السنسوري. المنديبلر هو الوحيد اللي فيهم اللي ميكسد نيرف. ليه? لان فيه جزء سنسوري خارج من الترائيجين من الجانجليون فعلا لكن في جزء موتور جايلي منه. كل ده بر المنهج. لو انا جيت بسيت بقى اوفرول على الكبير بتاعي. هو سنسوري ولا موتور ولا ميكسد? ميكسد معظم وغي تقريبا. بزبط. فبنقول كده انه الترائيجين من الجانجليون بتاعي الترائيجين من الجانجليون بتاعي هو ميكسد نيرف معظمه سنسوري. بنقول تحديدا يعني ان هو اتهاز ايه? يعني جدر سنسوري كبير يعني اصل سنسوري كبير يعني جزء سنسوري كبير اللي هو خارج من وعنده يعني جدر موتور صغير. جزء موتور صغير اللي هو خارج من الفونز. والتلاتة بتوعها هم معروفين سنسوري سنسوري وده الوحيد اللي فيهم اللي. تعالى كده نجمع كل اللي احنا قلناه انا كل انا قلته ده كده باختصار هو عبارة عن واحد واحدة بس موجودة في اول صفحة البراجراف اللي في النص. اول صفحة اول تلات تسطر دور ريد اونلي مش مشكلة. احنا هنحفظ من اول البراجراف التالت اللي هو ممكن تكتب جنبيه كده امسك يو واحد. هي اول صفحة دي مبساطة احنا هنحفظ فيها اتنين امسك يو. اول امسك يو هو البراجراف ده. واستأذنك لو حاسس ان الكلام صعب ممكن ترسم الرسمة دي قدامه الناحية التانية. ايه اللي انا عايز اعرفه? انا عايز اعرف ان بتاعي ده كله هو ميكسد نيرف يعني معظمه سنسوري. ليه معظمه سنسوري او ليه هو ميلي سنسوري? لان هو عنده ممكن نقول له مع بعض اول واحد بنقول ان هو يتهاز ايه? وعنده ده جاي من جاي من جاي من اللي هي اسمها التاني لا مع بعض. اللي اسمها التالت اللي موجودة في اسمه فصة كبيرة اسمها? ايه كده مع بعض. الجزء الموتور جاي من? شكرا بس ده كده كله انا عايز اعرفه. ده رقم واحد. رقم اتنين انا بس عايز اقارم بين دولا. مين فيهم الاول واحد بالترتيب كده? كحجم زغير اوي لان هو يدوب بس بيسابلاي منطقة العين. اكبر شوية لان هو بيسابلاي الماكزيلا والاوبرتيث. الماكبر اكبر اوي لان هو بيسابلاي الماكزيلا والاوبرتيث. ومعاه كمان المسلز اوف مستيجاش. فهو بالترتيب كده من الاصغر للاكبر. عشان كده حتى انا هنبص عليهم في الاسكال. هم هترتبين فعلا من الاصغر للاكبر. الحاجة التالتة ودي اهم حاجة فيهم. مين فيهم سينسوري ومين موتور ومين ميكسد? بزبط. جنب البراجراف التاني اللي تحت هتلاقي مكتوب ومجزية نيرف ومانديلر نيرف. واحد وساكن ديفيجن وساكن ديفيجن وساكن ديفيجن صح? جنب الافصالمك انه هو هنكتب سمول او زي سمولست. المجزية نيرف يعني نص نص. المانديبلر نيرف زا لارجست. ده اللي اكبر. اللي فوق اللي هو افصالمك نيرف سينسوري. المجزية اريه سينسوري. المانديبلر انا هو الوحيد اللي فيهم اللي ميكسد. اخر حاجة هنقولها. ممكن نبص كده على الاسقل. انا بقول ان دلوقتي كلهم خارجين من الفصة مظبوط. طيب دلوقتي المجزية نيرف ده عايز يروح يسطي المجزلة صح? والمانديبلر عايز ينزل تحت المانديبلر. هيسيبوا ازاي الفصة وينزلوا تحت بقى للمجزلة والمانديبلر ازاي? 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 انا دلوقتي فوق هنا. انا عايز هنزل تحت هنزل تحت ازاي? لازم يكون فيه? مخرج. اه مخرج فتحة بالزبط. فعشان كده بزبط. فعشان كده ربنا هنا خلق لنا فيه الفصة كزا فورة منه. فورة من كلمة لاتيني بالزبط كده يعني خرم. فهو ربنا خلق في الفصة كزا خرم علشان كل نيرف يخرج من خرم معين. فلو بصيت فيها. ممكن نبص بس هنا ثانية. ادي التلات انا عاملهم بس بالورقة اهو. اللي افصل مك هقول لفوق اول واحد مجزلة اللي في النص المانديبلر اللي هنا. اوكي? هتلاقي ان كل واحد فيهم خارج من معينة. لو بصيت عالمجزلة اللي نيرف اللي هو ده. هتلاقيه خارج من وطلع الناحية التانية وشايفه? اهو. وسبحان الله اتجاهه فعلا رايح للمجزلة احو. الفورومن اللي خارج منها بنسميها Both barely تاني بنسميها فورومن كلمة لاتينية روتانون يعني مدورة فدي لقму الفوورومنty فعلا دا يهطي لعملة كده وانا اوأ له هلكو طال一些 حالة. الفورومن اللي نازل منها الا ونازل لتحتة وو سبحان الله حتى هو متجه لتحت اهو رايح للمندبل التحت من سميها تاني بنسميها فورومن다고. بانا vad int italy باقنا من اسمها trifal كلمة لاتيني يعني italy. هي فعلا. لان هي مش مدورة هي فعلا اوفل. انا عايزكم بس تبصوا عليهم هنا. تعال كده. كورم ما بين الفورامن دي. والفورامن دي. مين فيهم دايرة ومين فيهم بيضاوية اوفل? هي. دي بيضاوية اكتر. دي بيضاوية اكتر? ودي? مدورة. مدورة. فمدورة بنسميها روتاندا انما البيضاوية بنسميها اوفل. ممكن نبص عليها حتى في اللي في الاخر يعني ممكن نباني لعبدالسلصائي راحت. هنحفظها ازاي? انا نفسي تحفظ ان اللي هو الكبير هو اكبر واحد فيهم بيخرج من فورامن اوفل. اصغر سنة بيخرج من فورامن روتاندا. نكتبها حتى بالعربي. اكتبها بالعربي. لو افصل نكسيبك منه مش مشكلة. اكتبها روتاندا. ده بيخرج من فورامن اوفل. واكتب جنبيهم كده دي الامسي كيو رقم اتنين. فهيبقى انا كده ببساطة اول صفحة عايز احفظ اتنين امسي كيو وخلاص. اول امسي كيو ليه علاقة بالفونكشن بتاع تريجيمينالنورف ككل. وانا يعني يستحسن ترسم الرسمة دي اقصاد اول صفحة وذكر منها على طول اول امسي كيو. تاني امسي كيو هي مقارنة ما بين التلاتة موضوع سهل? في حد حاس موضوع صعب? زي ما اتفاقنا احنا النهاردة هنبدأ بالمجزاء نرف وان شاء الله المرة الجاية المندبلر هنرف وكده كده الافصل متنرف مش عليه. او يعني بيجيش في الامتحانات. انا ممكن امسح ده. في حد عايزين الحجم. امسح? طيب انا هعملها لك في الاخر وانا بان املا. حرسم هناك كتن. ممكن بس طلب ممكن نسيب نرمي الورقة ده خلص. ارمي مش هنحتاج بها. حكده كده بعد ما اخلص ده هنقرها 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 اوك. انا دلوقتي هبدأ اشرح الكورس بتاع المجزاء نرف. يعني المجزاء نرف بيمشي فين وبعد كده بقى نشوف بتاعته بعد كده. ده حمزة اوكي انا هرسم حمزة كأني بصصه من عالجامب. هبصة لايه? هنا في الفصة ايه. وده الاوربت او. وده عين حمزة ومناخير وكده. وده البونوف مجزيلا او. فانا رسمه بالزبط كأني بصصه من عالجامب كده. ممكن الام رفاية? ممكن الام رفاية? في النص ما بين المدر كرينيا الفصة والاوربت والمجزيلا فيه الحفرة هنا اللي انا دلوقتي احطت جواهي الالمين. اوكي? هي دي. الحفرة دي بنسميها اسم سكيشيل شوية. بنسميها ترغو بلاطاين فصة. تاني بنسميها بلاطاين فصة. برة المنها كده ليه سميتها ترغو بلاطاين فصة? لان المفروض ان دي حاجة اسمها تريجو وده البلد. فهم قالوا الفصة دي موجودة بينهم فسموها ترغو بلاطاين فصة. بالنسبة للمراجع كحاجة اكاديميك. ساعات تلاقي فيه دكتور بيقول عليها تريجو بلاتين فصة. وفي دكتور تاني بيقول عليها سفينو بلتين فصة. الاسمين صح لبرة procsببه. شايف البون اللونه اصفر ده. ده اسمه سفينويد بون. الحقيقة يعني ان جزء من الاسفينويد البون. كبير قوي 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 قوي. فلما هما انقوم close الفصة. في حد اياه اللي بقول لكم ايه? الفصة دي موجودة بين وبين البلد فنسميها تيرجو بلاتاين فصة. اوكي. في حد تانية نلاقي جماعة. ما هي تيرجو اصلا جزء من السفينوات بون. فانا هسميها سفينو بلاتاين فصة. فعشان ما يقضوش يتخنقوا ماشوا الاسمين. فالاسمين صح. الفصة دي هنسميها ايه? تيرجو بلاتاين فصة او سفينو بلاتاين فصة. لو جيت بصيت على الاربت ده 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 بس محتاجة يقرب شوية. هتلاقي في الاربت تحس كده كأنه في شرخين. في شرخ موجود فوق وفي شرخ موجود تحت. بص عليه. في واحد فوق اهو ده باين وفي واحد تحت او. اوكي. شايف? في واحد فوق. في تحت. واحد اهو فوق. شرخ كامل فوق وشرخ من تحت. احنا معرفناش نسميهم ايه بسبعة. فالشرخ اللي في الاربت من فوق ده سميناه سوبرا اربتال فشر. فشر بالعرب يعني شرخ. فسوبرا اربتال فشر يعني الشرخ الموجود في الاربت من فوق. تفتكر اللي تحت بقى نسميه ايه? انفرا اربتال فيشر يعني ايه? الشرخ الموجود في الاربت من تحت. ولو تاخد بالك ادي الانفرا اربتال فشر اهو? هتحس كده ان هو ده الوصلة الوحيدة بين الاربت وبين الفصة اللي تحتها اللي هي اسمها هادي تيرجو بالاتاين فصة ايه? وادي متوصلين ببعض مين الواصلة اللي ما بينهم يعني الوقت يقعد في الاوضة اللي تحت الاوضة دي اسمها تيرجو بلاتين فصل. الاوضة اللي فوقية اسمها فين الواصلة اللي ما بينها في شرخ صغار في الحيطة اسمه انفرأوربطال حاجة بس هي برا الماناك كده عارفين ليه هنا سميناها مسلا انفرأوربطال فشر الفرق من كلمة فشر وفورمان مع ان هما الاتنين فتحات عادية ترجمة حرفية فورمان باللاتيني تلما لاتيني معناها خورم لان هو خورم مدور انما فشر يعني شرخ بالطول فده سميناه فورمان لان هو خورم فعلا حاجة مدورة انما ده لان هو شرخ بعرض فسموه شرخ فشر. اخر حاجة بس هقولها معرفش انتم عارفين معلومة دي وعلاقة ان هما قالوا لكم في السكشن احنا عارفين ان المجزيلة 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 عامتا جواه اوضا فضيا فراغ مفيش جواه حاجة في جواه هوا بس اسمه فانا دلوقتي هو ادي المجزيلة اللي مسكة فيه السنانة هو المفروض ان هو جواه هنا فراغ او مربع اوضا فضيا اسمه ونشوف ان شاء الله قدام السنة دي بالتفسير. انا كده بحاولت تقريبا ارسم حمزة. ايه بقى الكورس بتاع المجزيلة المجزيلة زي ما قلنا هو خارج من اللي موجودة في الفصل. انا بحاول ارسم كل حاجة اهو. ادي خارج منها المجزيلة. بيفضل ماشي شوية جوه لحد ما بيسيبوا عن طريق فورمين اسمها فورمين رو فورمين رو برافا. بيخرج من المجزيلة الفوصة عن طريق فورمين روتاندم ويخش على الفوصة اللي بعدها اللي اسمها تيرجو برافا. يعني تقدر تعتبر كده الفورمين روتاندم ده هو حلقة الواصل بين المجزيلة الفوصة وبين التيرجو برافا. اول لما بيخش التيرجو برافا. بيلاقي جوه الفوصة فيه اخطابوت كبير قوي واقف مستانيه هنا. الاخطابوت ده بنسميه تيرجو برافا تاين جانجلون تاني بنسميه تيرجو برافا تاين جانجلون ده تاني جانجلون نشوفه النهاردة اخربت كده كل حاجة جانجلون جانجلون. ايه تيرجو برافا تاين جانجلون ده? ده جانجلون عادية جدا. زي اي جانجلون موجودة في جسمنا وخلاص هنشوف دلوقتي يمعها معنى كلمة بس لان الجانجلو دي موجودة في التيرجو براتاين فصة فانا قلت مسميه تيرجو براتاين جاية. المجزلة يا نارف اول لما بيشوف الاخطابوت ده اللي اسمه تيرجو براتاين جانجلو بيقوم مصبح عليه كده وبنزله ويكمل طريقة. وبعدين المجزة يا نارف بيفضل ماشي شوية شوية في التيرجو براتاين فصة لحد لما بيزع منها. وبعدين بيعوز يخش على سؤال. انا دلوقتي يجوها التيرجو براتاين فصة. ما عايز اخش على ايه المدخل الوحيد اللي اقدر اخش منه من الفصة على الاربت. او الانفيري او الانفيري او الانفيري او فانتو ساين فول اهو. ففعلا المجزة يا نارف بيسيب التيرجو براتاين فصة ويخش عن طريق الفشر اللي موجود في الاربت من تحت ويقوم داخل منطقة الاربت. الحمدلله على السلامة. في بس حاجة ايه ناس غيابة. المجزلة يا نارف وانس ان هو دخل منطقة الاربت بيغير اسمه. مش بيبقى اسمه مجزلة يا نارف. بنسميه اسم اشك شوية بنسميه بنسميه يعني ايه? يعني بيغير اسمه. انتو عارفين شرع الرمسيس ده شرع طويل قوي بيربط بين مدان التحرير لحد مدان رمسيس والظاهر والغمرة ويكمل لحد العبسات. كل ده اسمه شرع رمسيس. من اول مدان رمسيس. اناسف من اول مدان التحرير لحد مدان رمسيس بيسموه شرع رمسيس. دخل الظاهر وغمرة بيغير اسمه. بدل ما يبقى اسمه شرع المسيس بيبقى اسمه امتداد شرع المسيس. مع ان هو هو نفس الشارع. هو نفس الشارع. بس عشان دخل منطقة جديدة فبيتسمى باسم جديد يليه بالمنطقة جديدة اللي دخلها. نفس الموضوع عندنا. المجزاء يا نورف وانس ان هو دخل منطقة ومشي في الاربيت من تحت. لازم نسميه اسم اشيك شوية يليق يعني بمنطقة الاربيت. فاحنا بغض النظر هو نفس النورف هو هو نفس النورف. بس احنا هنبقى نسميه اسم تاني. هنسميه تاني هنسميه. لان هو هيمشي في الاربيت من تحت. ليه غير اسمه احتراما لمنطقة الاربيت. بس يفضل ماشي كده في الاربيت من تحت. شوية. لحد ما بيخش بيته. مكان راحته. المكان اللي هو بيحب ينام ويستريح فيه. كنال مخصوص ربنا خليقه له. بنسميها كنال تاني بنسميها. ايه ال كنال دي? دي كنال موجودة في الاربيت من تحت. هوريه لكم دلوقتي حالا. وزي ما احنا عارفين بيبقى ربنا خيالي اصلا معظم الكبيرة في جسمنا بيبقى ليها كنال. الكنال ده يعتبر زي بيت كانو زي ما انت ليك بيت بتروح عشان تستريح فيه. كمان لو بيته لازم يخش عشان يستريح فيه. وربنا خليق له الكنال بتاعته في الاربيت من تحت. دي الكنال ايه ممكن تقدرين شو فيها. هي الممر ده اللي موجود في الاربيت من تحت. بيفضل ماشي في الكنال ماشي 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 لحد لما يسيبها ويخرج منها عن طريق فورامن تانية موجودة على الوش اللي هي الفورامن دي. اهي. اهي الفورامن دي كلها نقدر نحسها قصة ايه دي. دي. دي بنسميها تاني بنسميها. قبل بس ما كمل كلام لو تلاحظ حاجة. المنطقة دي كلها اسمها انفراوربيتال. النورف نفسه اسمه انفراوربيتال نورف. دخل من انفراوربيتال فاشا. ماشي في الاربيت من تحت دخل بيته اسمه انفراوربيتال كنال خرج من بيته من ال 데افراوربيتال فورامن. المنطقة كلها اسمها انفراوربيتال احتراماً للاربيت. اول لما بيخرج على الوش بقى كده Orlando موجودة هنا بيتقسم اخر ثلاثة برانشز خلاص خارجين منه. بنسميهم زي سري يعني اخر تلاتة برانشز هيطلعهم المجزاة هم تلاتة واخدين المنظر ده كده بظبط. اول برانش طلع لفوق ورايح بيسابلاي الجفن التحتاني بنسميه معنش انا عارف الاسماء صعبة شوية بنسميه تاني بنسميه تاني بنسميه كلمة لاتيني يعني يعني الجفن التحتاني النورف التاني اسمه باقي من اسمه برضو لاترال يعني جانبي فلاترال نيزل نورف يعني النورف اللي عايز سابلاي والنورف اللي نازل تحت خالص اسمه يعني النورف اللي عايز سابلاي الابر لب ودول التلاتة برانشز عاملين كده بالزبط ويحنا كده خلاص خلصنا الكورس بتاع المجزاة نورف نرجع حاجة سريعة من الاخر كده المجزاة نورف تحس كده ان هو مشي في كم مطقة تقريبا لا اضرافه ايه الاربعة طيب من الاخرية ايه التلاتة الاول اول منطقة سهلة دي ايه صح تاني منطقة هي ايه ترجو بارتاني فصة تالت منطقة هي الاربت من تحت اللي هو ساعتها غير اسمه بقى اسمه ما ده المجزاة نورف بقى اسمه صح? ربع منطقة لما خرج بقى لما خرج من الفورا من هنا وتقسم للتلاتة على وشك بقى هنا دي هنعتبرها مجازا للمنطقة هلو ايه هش رسالين مجزا صح؟ ايه انا هنبسا نقاط كتير انا الثلاتة دون احنا نشوفهم بالتفصيل بس هم من الاخر هم عاملين كده بالضبط بحلو؟ في واحد رايح للترى وفي واحد رايح للترى الاسبكت t of the nose وفي واحد نازل تحت الابرلب متحفظت الاسماء لو ما بيجوش في الامتحنات دايركت انت بس يعني يحفظها بالفهم واحد رايح للترى ومنخيل والا الابرلب فهنسميه ايه؟ مناخير لاترال اسبكت لاترال نيزل ابرليب سيفيريول الليبير نعملين كده بزده فيه طريقة اسهل ممكن البنات تحفظها هي دول التارت اماكن اللي بتحط فيها البلاشر والكوحل والروج يعني هي تحفظيه اما كده اما كده دول الاربع مناطق فيه حد عنده اي سؤال احنا الحد دلوقتي يعتبر موناش حد احنا كل ده بنسوح الاماكن متلوقش لو فيه حاجة في تلكو هنعيدها في الاخر انا بس هقولها سريعا لان طب انا ممكن هي يعني انا هتلوقوا كل حاجة بالتفصيل اوكي بس احنا موقعا دلوقتي عندنا مشهورين كده انتس في نيرف اسمه مجزايا نيرف اللي احنا بناخده النهاردة والمرة الجاية هناخد النيرف التاني اسمه مانديبلر نيرف بالنسبة للمجزايا نيرف المجزايا نيرف بتاعنا خارج من سراكشور هبقى اشرح لكم بعدين اسمه هو كله سنسوري مش موتر ومش ميكسيت ومش هاي حاجة هو هي الجانجلون اللي واخده الكارتونة البيضة دي واخده شكل نص دايرة كده موجودة في منطقة اسمها الميدل كرينيا الفاصة احنا دلوقتي بنشرح الكورس بتاع المجزايا نيرف يعني المجزايا نيرف ده بيخرج منين وماشي فين وراحبه هو ماشي في اربع مناطق اول منطقة مش فيها ميدل كرينيا الفاصة دي منطقة اللي هو خرج منها قراتي. المنطقة التانية اللي ماشي فيها هي الفصة دي اللي انا حاضر دلوقتي القلة من الرصاص. اسمها ترجو فصة. سابت ترجو فصة وقام داخل في الاربت من تحت. وفضل ماشي في الكنال بتاعته اسمها ينفر اوربتالكنال. وبعد كده خرج منها من على الوش عن طريق اسمها ينفر اوربتال فورامن. اتقسم اللي انا قلت عليه. هعند لكم تاني الكورس بالتفصيل بس عشان نكمل كورس كده. في حد عنده يسعيل في المناطق. اوكي نبدأ بالجد بقى بتاعة المكزانر. ايه اللي هي خارجة منه? اول حاجة بنقول لها المكزانر بتاعنا ده هو نيرف اصيل. نيرف محترم. هو بيخرج من الترايجيمنجيانجلون اللي موجودة فيه الفصة. وهو خارج منها بيقول لها امانة يعني انا مبسوط جدا انا خرجت من الترايجيمنجيانجلون اللي هي موجود جواك يا ميدر كلينا الفصة. وبصراحة كده انا مش عايز اصيبك بس للاسف انا مضطر اصيبك عشان وراي لسه ليلة كبيرة بقى هروح اصاب لقي حيات كتير. بس قبل ما سيبك يا ميدر كلينا الفصة انا هديك بوسة كده. ايه البوسة اللي بيدهاله? المجزان بتاعنا بيخرج اول خارج منه اول خارج منه. انا البرانش هرسمها باللون الاحمر اول خارج منه. بنسميزة تاني بنسميزة ميدل مينجيل نورف تاني بنسميزة ميدل مينجيل نورف ممكن للا اسمها باللو بقاطة لان احنا بن sealingه اسمها كتيرة جديدة. اسمها الميدل مينجيل نورف. الميدل مينجيل نورف ده خارج من المجزانة وهو لسه جوة ميدل كرين basis. وبيروح حاجة اسمها الديورا ماتر اف Al meatsa. ايه الديورا ماتر دي. فاكرينا خاجة اسمها الميدل وديوراي люر فاكرينا حاجة اسمها البلتجيزة شكرا لابريل متحوضlig بثلاثة ال ت Сегодня guy متر اركنويد اللي هو بيسموها الام الحنونه والام الغليزة حاجة كده. فهو ده. فهو المجزية نيرف بتاعنا ده كنوع من رد الجميل للميدر كرانيا الفاصة. بيعمل ايه? بيخرج اول نيرف. النيرف اسمه ايه? بيسافلاي ايه? الديورا متر بتاعة الميدر كرانفوس. ودي حركة مميزة جدا بيعملها المجزلة يا نيرف واحفظوها هنا لان ان شاء الله الاسبوع الجاية هنعرف لما نبقى ناخد المندبلر نيرف ان المندبلر نيرف وواطي وحش ما بيعملش الحركة دي. فدي اول فرق بين المجزية نيرف والمندبل نيرف. مين نيرف المحترم الاصيل الجميل اللي بيرد الجميل للميدر كرانيا الفصة? اوكي. وبعد كده بيسابها زي ما قلنا عن طريق فورة من روتندا. وبيخش في الفصة التانية اللي اسمها ترجو بلا تايم فصة بينزل لها اربعة برانشز. او احنا مجازا هنعتبرهم تلاتة. اول او اول او نيرف بينزلهم هم اللي رايحين للاخطبوت اللي قلنا عليه اللي رايحين ليه الجانجلون. الجاجلون دي اسمها ايه? نفس الاسم. ترجو بلا تايم جايم. بنسميهم ايه? بنسميهم زاتو جانجليونيك برانشز. ممكن نقول له اسمهم تاني بتسميهم زاتو. باي من اسمهم يعني ايه تو جانجليونيك برانشز? اللي الاتين برانشز اللي رايحين لل? بزر. او في اسم بس هو اسم صعب شوية بس للاسف هو ده الاسم اللي بيجي في الامتحرط? بنسميهم زاتو تويجز. تو زات ترجو او سفينو باراتاين كاك. حتى عارف ان ايه تويجز بالعربي? لا تويجز تويجز مش توينزي. تويجز بالعربي يعني فروع الشجر. هو تشبيه متخلف كده كأن المجزلة النيرف دي شجرة ودي فروع الشجر. يبقى كده لحد دلوقتي اول نيرف احنا طلعناه في ترجو باراتاين فصة رايح لي الجانجليون. اللي هي اسمها برضو? ترجو برافو. اسمهم ايه اللي اتنين دولار? اتنين معلقينها كده. فاسمهم ايه? زاتو جانجليونيك برانشز او زاتو تويجز. بالزبط كانها شجرة ودي فاكهة ودي الغصن الشجرة وفرها الشجرة اللي متدلد لي يعني منها الكب. تالت نيرف بيطلعوا المجزة نيرف جوه الترجو باراتاين فصة بنسميه زايجوماتيك نيرف. باقي من يسمعون ايه زايجوماتيك نيرف بيروح يسبلاي ميني? وده ما بيجيش في الامتحانات. هنا هو بره التخصصة. انتي صحيح. تالت نيرف عندنا اسمه زايجوماتيك نيرف ده يعني لاجه ايه ولا عمره بيجي في الامتحانات لان هو بره تخصصنا شوية. اه سوري. رابع نيرف خارج من المجزة نيرف جوه الترجو باراتاين فصة. والحمد الله. الحمد لله انتوا اكيد سمعتوا الاسم ده قبل كده. ده اول نيرف اللي هو علاقة بالاسنان عندنا. بنسميه زاي. سبيريور. اكيد سمعتوا الاسم ده في. ده نيرف مهم جدا ممكن نقول اسمه تاني بنسميه زاي. الحمد لله يا جماعة ده اول نيرف نشوفه النهاردة اصلا اللي هو علاقة بالاسنان بتاعي. ايه ده واحد من بتاع المجزة نيرف بيطلعه هو جوه ايه? هو جوه الترجو باراتاين فاصل. ده له قصة معايشة قصة صعبة شوية. يعني هنقولها مؤقتا كده بعد كده نصلح كمان شوية. هو بيختارك البونوف مكزيلا وبينزل تحت 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 كده. حجم ما يوصل. وبيسابلاي البلب. وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها بتفصيل. هو بيسابلاي حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها ممكن نقولهم تاني بيسابلاي البالب ده الروت الوحيد اللي مغضوب عليه وهنشوف دلوقتي ليه? المهم بالزبط كده لما بينزل تحت عشان يتعالوك يدوموا على بعض. انا بتاعكو كلكو. وبتاعكو كلكو. وبتاعكو كلكو. ما عدا يوضي انت اطلع برا انا مليش دعوة بيك. ليه عمل الحركة دي? هنشوف دلوقتي. بس لان عايزك تحفظه مبدايا هو بيسابلاي كم حاجة? اسمهم ايه? الحاجة التالي انا اقولها على ال دلوقتي هو ماشي في البون اوف مكزيلا. انت لسه ايه اللي البون اوف مكزيلا دلوقتي حالا فيه فراغ اسمه ايه? المربع ده اسمه ايه? حالو. القانون بقى هنقوله من هنا وراي. اي نورف معدي جوه البون اوف مكزيلا لازم هيشوف طبعا مين? لازم يصبح عليه. ينفع انت تخش الكلية تلاقي صاحبك واقفين تسيبهم كده وتخش. لازم تصبح عليهم. هتبقى اللي تزوق? بصبت. هو لازم يصبح عليه. بيصبح عليه ازاي? البوستيرير سبيرير الفا نورف بتاعنا بيمشي في حاجة اسمها البوستيرير ول. وحاجة اسمها اللاترال ول. يعني ايه? ان شاء الله المجزيلا ساينس ده هناخده اخر شابتر السنة دي. المجزيلا ساينس هو عبارة عن قوضة فاضية جوه البون اوف مكزيلا. عاملة زي الاوضة اللي انا واقف فيها دلوقتي كده بالظهر. اعتبر نفسك ان انت تلوقتي واقف جوه المجزيلا يا ساينس. محاط بيه بون اوف مكزيلا. انا قول تقوم بوزا من كل ده المجزيلا فاحنا بصراحة معرفناش نسمي البون اللي اقدامي ورايا وجنبي ايه? فحلنا بصوا اجماعة البون بتاع المكزيلا اللي اقدام للسينس هنسميه انتيرير والاوفusan ينحس. يعني الوال القدماني بتاع السينس. البون اللي ورا ده هسميه PEAS. البون اللي جنبي اللي هو ايمين وشمال هسميه على الجانبي بتاع السينس. لدينا قوضة من هنا وراقيها. اي تلوقتي يعادلي في البولو مشيلا لازم يصبح على السينيس. يعني ايه صبح السينيس? لازم يمشي في واحد منilوز بتاعت السينيس. كده كده. انا ده كدرش في باشي في المجزيلة. فغصب عنى ييجب اني هلاقي السينيس الدفاع في النص فلازم يمشي فيه واحد من البولول اللي حواليه. هو الب applicata ده اختار انه هو يمشي فيه الق Demokraten chart between kurt trillion protein stamping wall meantime the wall الجانبي بتاع المجزيلة ال子ينيس. انا كده خلاص خلاص معلش هو قصته غريبة شوية وهنجمعها دلوقتي حالا انا عايز اعرف فيه تلات معلومات. اول معلومة بتاعي ده خرج من المجزاة نارف وهو جوا اني فصة اسمعها. المعلومات التانية بيسبلاي ايه? بيسبلاي? تلات حاجات. انا متبصت اولة اما انا كنتبه معايا كده. بيمشي فين في السينس اني وال يعني. نكمل وبعد كده المجزاة نارف خلاص كده خلاص كده خلصنا الحمد الله الترجو بالاتين فصة بيخش عن طريق الانفراوربيتال فيشر ويبقى يغير اسمه بيغير اسمه بيغير اسمه ايه? حلو لحد ما بيخش الكنال الكنال اسم ايه? انفراوربيتال كنال برضه. جوه الكنال المجزاة بتاعي ده او الانفراوربيتال نارف او هما الاتنين نفس الاسم بيطلع تاعي ده او هما الاتنين نفس. جوه الكنال بيطلع اتنين نيرف. اول نيرف بنسميه ميدل سوبيريور الفيلار نيرف. اكيد سمعت اسمه بودو في السنكشن بنسميه تاني ميدل سوبيريور الفيلار نيرف. الميدل سوبيريور الفيلار نيرف ده بينزل تحت تحت كده بيختارك البونو في مجزيلا وينزل علشان يسابلاي نفس الثلاث كلمات اللي احليس ايليهم فين? في المولرز هم هم بالزبط بيسابلاي نفس الثلاثة اسمهم ايه تاني? بس المرادي بتعمين? ابر بري مولرز وخد معاهم جدعانة منه كده الميزيو بكر روت بتاع ال ابر سيكس اللي الفوستيرير سوبيريور مرداش دي. فيبقى كده ايه الفرق في السبلاي بين اربعة وخمسة? ايه الفرق في السبلاي مين? ميدل سوبيريور ميدل سوبيريور. هم التلاتة في سبلاي بالب وينفستينج سراكشرز وباكال ميكو بري وستيا. بتعمين? المولرز معادة مين? ميزيو باكال روت بتاع السيكس. الميدل سوبيريور بتعمين? المولرز وخد معاك من جدعانة مين? المولرز. اوكي. في حاجة لازم توقفوني فيها بسرعة بسرعة حد زكي حد زكي عاني الساقلين دلوقتي اي نيرف يعدي في البونوف مكزيلا لازم يصبح الساينس. هيصبح ليه فين? ده في النص وكيف هيمشي في انا يقول ده بيمشي في اللاترال وال وال الجانبي بتاع الساينس. يعني ده ميشي في البوستيريور واللاترال انما ده ميشي في اللاترال بس في الول الجانبي بس. وكده يبقى احنا خلاص خلصنا الميدل سوبيريور الفيلا نيرف. قبل ما الانفراوربيتال نيرف ده يخرج من جوه الكنال عراطول بيطلع لنا تالت واحد له علاقة بينا احنا في الاسنان انتو اكيد برضو سمعتوا اسمه قبل كده اسمه انتيريور سوبيريور الفيلا نيرف. اسمه? بينزل تحت يختارك البونوف مكزيلا علشان يسبلاي نفس الثلاث حاجات بيسابلاي البالب ممكن قولهم بيسابلاي? قولهم انتو بقى لابيا لو بكل يعني مينكو بس المرادة بتوع القفر في حاجة لازم توقفني فيها مشي في البونوف مكزيلا يبقى لازم هي فين بقى هو يعني يمشي فين. في الول انتيريور والوف زا سينز مرافو انتو شاطرين اهو زي احنا ممكن بس هنعمل بوز كده دلوقتي حالا بعد كده هنجمع يعني هنكمل بعدينا بس عايز اجمع التلاتة ممكن وصات صفحة اربعة ثانية واحدة بس ما هنكتب وميدل ، انا بس حتى عايز اكتب بالعربي كده بيمشي فين في الساينز او في يمشي فيه. انتم هتقولوها وصلت صفحة اربعة الناحية التانية بيمشي فين? مين بيمشي فين? ها? انتيريور سوبيريور ده سعى ان هو اسمه انتيريور يبقى بيمشي فين? طيب الميدل سوبيريور ده بيمشي فين? بيمشي فين؟ انتيريور سابيريوريوريوريوريوريوريوريورية اشتركوا في القناة طبعا ده ما بيجيش في الامتحان لان هو سهل ان انت تغشه من اسمه هو انتيره اللي بيمشي في انتيره واللي ممكن يجي ده وده اخر حاجة نقول لها هنا وبعد كده هنجمع اللي احنا قلناها عن التلاتة بتوع الاسنان بتاعتنا انه قبل ما يخش على قبل ما يخش على التلاتة بيتحدوا مع بعض ويعملوا شبكة داخلية ما بينهم نتورك داخلي ما بينهم داخلية ما بينهم معرفناش نسميها ايه بصراحة? فسميناها زي سيبيريور دينتل بليكسوس تاني سميناها زي سيبيريور دينتل بليكسوس. بصوا من هنا قريح كلمة يونانية يعني تفيرة. بس احنا كاسورري وكانات من اللي بانيجي نستخدم بليكسوس دايما دايما بيبقى قصدينها شبكة. فنفسي تثبت في لناها تسمع كلمة بليكسوس من هنا لحد اخر السنة معناها ايه? شبكة. في يعني ايه؟ الشبكة الموجودة فوق السنان العبر او عند السنان العبر يعني. ومن السيبيريور دينتال بليكسوس دي? الانتيرير سبيرير الفا بيكمل طريقه عادي على الانتيرير والميدل سبيريور ريكمل طريقه عادي على والبوستيرير سبيريور ريكمل طريقه عادي على الله امال ايه لازمة دي احنا لحد الوقتي مش عارفين عنه. في نظرات كتيرة قوي تلعت. حتى المشكلة بتاعتها ان هي مش موجودة عند الناس كلها. يعني في ناس لاحظنا ان الانتيرير ده بيخش على الانتيرير على طول. وده بيخش على ده على طول. وده بيخش على ده طول من غير ما يعملوا نتورك داخلي ما بينهم. وفي ناس تانية لا. مع بعض بيقوم متحدين وعملين دي وبعد كده يكملوا كل واحد فيهم يخش على اسنان. هتفرم معك في العمل في حاجة? لا. انت بس بتعرف ها كمعلومة نظرية بس. انه عند معظم الناس لقينا انه التلاتة دولة قبل ما يخش على اسنان بيتحدوا الاول مع بعض. النتورك اسمه ايه? ومنه بقى يبقى تخرج برانشست هي اللي تروح الى اسنان. عسنان لو حد حابب يفهم قوي. ليه اه انا بحب قوي الترجمة بتاعة الاسماء والاورجين نفسه بتاع الاسماء. ليه سمناهم بستيريور سبيريور وميدل وانتيريور سبيريور. الفيلر يعني الفيلاربون. لان دي كلها رايحت السنان اللي خارجة من الفيلاربون. وراحت سبلاي الفيلاربون شخصية. هي رايحت سبلاي السنان اوبر ولا ور. فعشان كده سمناهم سبيريور الفيلار. لقناهم تلاتة. في واحد راح يسبلاي الاسنان الابرل انتيريور. وفي واحد رايح يسبلاي الاسنان الابرل البوستيريور. وفي رايح يسبلاي السنان الفيلوس. فسمناهم بنفس الاسماء. فسمناه ترجمة الحرفية كده. النيرف اللي هيسبلاي السنان الابرل البوستيريور. النيرف اللي هيسبلاي السنان الابرل الابرل بري مولرز. النيرف اللي هيسبلاي السنان الابرل وهم التلاتة بيتحدوا مع بعض عشان يعملوا نجمع كده كل احنا قلناها احنا كده اخدنا لحد دوقتي كام برانش واحد اتنين تلاتة اربعة مجازا هنعتبر ده هو النيرف رقم خمسة زي ما الدكتور كتب في هو الحقيقة مش برانش احنا زي ما قلنا هو ايه? امتداده هو هو يعني. سبعة انتيريور سبيريور. احنا كده الحمد لله خلاص خلصنا. بعد كده او المجزيلة ما هم الاتنين نفس الاسم بقى بيخرجوا عن طريق بيخرج عن طريق على الوش يتقسم لي بتاعنا اللي قلناهم في واحد رايح اسمه واحد رايح واحد رايح واحد رايح ميزول عن طريق بيخرج عن طريق نفس الوش يتقسم لي بقى بجعل؟ ميزور عن طريق ميزور عن طريق المطاع ميزور عن طريق نفس الوش يتقني لده هنحفظهم ازاي? احسن حاجة انك تعمل كده. او زي ما قولتاكم دولة ثلاث اماكن اللي فيهم الكحل والبشر والروش. ممكن نصور كده. لو كان في حد نايم الساعة لربع اللي فاتت دي ممكن كده نجمع له كل اللي احنا اقوم بنا. دي اه دي اه بزبط دي اه بزبط. كله مسحصح? كله مسحصح? بسرعة سرعة. كله مسحصح? الاحيانات بنتكلم عن نيرف اسمه مجزيلري نيرف. عدد الوقتي به اربع مناطق. اول منطقة اسمها? تاني منطقة اسمها? تارت منطقة. ايه فراربتالنيرف ايه فراربتالزون رابع منطقة? طلع علينا الحد وقت كان برانش? عشر. اول برانش يطلع منه وهو جوه. اسمه? ايه? ديورة. ده نوع من رد الجميل. بعد كده طلع تلاتة نيرفز جوه تيرجو براتايم فاصة. اول اتنين دولار حين للجانجل. اسمهم ايه زاتو? او الاسم اللي بيجي في المتحان زاتو. النيرف التالي في اسمه? زيجوماتيك مش مهم. النيرف الرابع? ده اللي بيسابلاي. مفيش. لا 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 بيسابلاي تارت حيات. بقى الميكو بريوسيان بتوع العفر. اكسبت? بقى الروت بتاع السيكس. بعد كده جوه غير اسمه بقى اسمه انفراوربيتال? نيرف. طلع علينا اتنين برانشز جوه الكنال. واحد اسمه ميدل سوپيريور الفا نيرف. واحد اسمه انتيرير سوپيريور. ده بيسابلاي ايه? لا لا المهم قوي بقى الميكو بريوسيان بتوع العفر. ومعه مين جدعانة? وده نفس التلات حاجات بس بتوع العفر? انتيريور. بعد كده خرج من الفورة من الاسمها? انفراوربيتال فورامل. نتقسم اللي تلاتة اللي اسمهم? انفيريور بلبيرل. لاترال نيزل سوپيريور. لو هاجه اتقرق ما بين التلاتة. مين ماشي في البوستيرير وال واللاترال وال? مين ماشي في اللاترال وال بس? مين ماشي في الانتيرير وال بس? تعالوا نقرا الورق مع بعض. احنا زي ما قلنا اول صفحة دي هنحفظ فيها الاتنين امسكيو اللي احنا قلنا عليهم دولها مفهمش مشكلة. من اول صفحة اتنين بقى صفحة اتنين دي كلها اريد عنلي. المفاجأة ان الكورس ما بيجيش في الامتحان كائسي. بيجيش اصلا. اوكي يعني هو لو جيه بيجي كامسكيو. هاقول لك المعلومات اللي تيجي فيه كامسكيو ايه بزا? يعني صفحة اتنين دي كلها اريد عنلي. انت مش عليك تحفظ الاماكن. من اول صفحة تلاتة الحاد صفحة خمسة. تلاتة اربعة خمسة. انت مش عليك غير انك تحفظ اسماء النرف بس. وبيسابلاي ايه? يبقى قطر خيرك لو حرف يعني اسم النرف رايح فين بس. فمثلا الميدل من انجاء النرف هتعرف بيسابلاي ديورا متر شكرا حلو قوي كده. الجانجليونيك برانشز دولة رايحين للجانجليون شكرا. الديتيلز اللي تحتها مش مشكلة. الزيجوماتيك نرف ريد انلي. هتعرف بيسابلاي اللي موجودة في السطر التاني وكده كده هنبقى نجمعهم في الاخر. صفحة اربعة اربعة فيهم اتنين مهمين اوي هما دول اللي احنا اكدنا عليهم. اول احنا كتبناه زيادة اللي هو مين مشي في السينس مين مشي فين. والامسكيو التاني اللي مكتوب في نص الصفحة بالزبط في المربعة ده انه بقيت صفحة اربعة مفاش حاجة وصفحة خمسة كلها كل اللي ملتوب منك تحفظه اسم النرف بيسابلاي فين رايح فين. في حد عنده اي سؤال لحد واضحة. ملتوب سهل. اكيد في حد هنسؤالي. حاضر طب ها هو في حاجة رسمة كاز غيرها هنرسمها في الان هنقضى مع بعضها في الاخر بنعمل. بس كده? لا طب في الكورس. لا لسه هنرسم معنا انت ايه لسه مادري? طب معلش احنا هنعمل زوم كده على الاخطابوت اللي هو انا منتكلم عليه ده اللي هو اسمو تيرج وبالتها هنكافره. امسح البورد في حد عنده اي اا حد عايز يكتب حاجة? امسح? تحبو ناخد بريك او حاجة ولا نكمل? لا احنا مش قدامنا خمس دايه احنا لسه قدام محبة. ناخد بريكة مزايت? احب تاخدوا بريكة مزايت ونركع تاني. ناخد بريكة احسن باشي. الكورس تاعت المجزية نورف. دلوقتي انا عايز اعمل زومين كده على الاخطابوت اللي هونا عايزين نتكلم عليه ده اللي هو اللي موجودة في تيرجو بالتاين فصة. اسمها ايه? اسمها ايه? نفس الاسم اسمها تيرجو بالتاين جانجلون او سفينو بالتاين جانجلون برا المنهج كده ايه جانجلون جانجلون عامين نتكلم فيها? تيرجو بارتاين جانجلون. محط عارف ان ايه جانجلون اصلا? بالزبط. محطت? بالزبط. بالزبط. بس انتعارفين مصدر الكهرباء الاساسي اللي في مصر الساد العالي. فاسوان هل انا عندي سلك كهرباء واصل من الساد العالي لبيتي اللي في مصر الجديدة مسلا? لا لا ليه? لا ليه? ايوا صح. لسببين? اول سبب ما عنديش سلك الكهرباء بالطول ده اصلا. تاني سبب ان حتى لو افتردنا ان انا كان عندي سلك الكهرباء عبار ما الاشارة توصل بيتي اللي في الكهرباء هنا الاشارة تبقى الكهرباء تبقى فيه الحل? ايه الحل? ان احنا على طول الطريق من اسوان للكهرباء نعمل حاجة اسمها بالعربية كده يعني محطات وتقوية وتوزيع. عامل زي بوكس الكهرباء اللي موجود في الشرعة. فين بوكس الكهرباء اللي في الشرعة ده? ده يعني محطة ربط كده بس يزغنونا شوية. المفروض بقى ان الاسلاك بتاعة الكهرباء اللي جاية من اسوان قبل ما تخش محافزة كبيرة زي محافزة الكهرباء بتخش في بوكس كهرباء كبير قوي. كبير قوي. محطت زي ما قولنا ربط وتقوية وتوزيع. بترمط ما بين اسوان والكهرباء. الاشارة للكهربائية بتخش جوة الكهرباء ده تتقوى بحيس لما توصل بيتي تبقى قوية برضو. وتوزيعا فيه شوية هيخرجه من البوكس ده راح المانيا اللي في شوية يروحوا مصر جديدة شوية يروحوا تتجمعوا واحد كسا. نفس الفكرة بالزبط بالزبط ربنا خليقها في عندنا. هل انا عندي واحد واخد مسلا من السلن على البرين? لا. ما عندناش حاجة اسمها كده اصلا فيش يوصل من السلن على البرين والحاجة التانية ان حتى لو كان فيه الاشارة هتبقى. فالحل ان كان ربنا يخلق محطات ربط وتقوية وتوزيع محطات ربط وتقوية دي بنسميها. عشان كده لو واحد بيحب الاناتومي هيلاقي بيقول لك النرف ده خرج من جانجلون اسمها كزا. وبعد كده ودخل في جانجلون اسمها كزا. وخرج منه ودخل في مش عارف ايه. ايه كل الجانجلون اللي موجودة في النص دي محطات? بوكسات كهربائي. احنا لحد دلوقتي اخدنا بوكسين كهرباء. ده اسمه وبوكس الكهرباء التاني اللي في الفصة ده اللي اسمه او برا المنهج كده اي بوكس كهرباء في الشارع بيبقى داخله اسلاك وخارج منه اسلاك. نفس الفكرة في الجانجلون. اي جانجلون في الدنيا بيبقى داخلالها هتخش جوه الجانجلون تتضرب في الخلاط كده وتتقوى وتخرج منها تانية رايحة للأورجنز اللي عايزة تروح لها. اللي دخله اللي دخله الجانجلون بنسميها اسم شوية بنسميها زه يعني جدور الجانجلون. اصول الجانجلون. الحاجة اللي دخله الاين. اي نرضى فايبر خارج من الجانجلون بنسميه زه بنسميه زه باقي من اسمه يعني فروع اللي خارجه. فالاينبوت اسمه ايه? والاوتوت. حالو. اغلب الجانجل في جسمنا معيش اللي المعرومة اللي اقولها دي مش صح قوي بس حفظوها كده خلاص. او على اقل التيرجو بتاعتنا دي. اللي داخلها لها الحاجات اللي داخلها لها بتبقى شايلة كل انواع يعني عندي شايلة شايلة وعندي وعندي شايلة شايلة الالتلاتة روتز بيخش جهوه يتضربوا في الخلاط كده مع بعض ويتحدوا مع بعض ويعملوا جميل كده بعد كده تخرج منها رايحة للأورجن كل برانش ممكن يكون احنا معرفناش نسمي اللي هو اللي داخلها ايه? فقولنا خلاص هنسميها بالاكشن بتاعها. النيرف اللي شايل السنسيشن هنسميه سنسوري روت. النيرف اللي شايل السنباساتيك اكشن نسميه سنباساتيك روت. النيرف اللي شايل سنسميه سنباساتيك روت. هنكر ده برا الملحة جليسة ان تخدش الملحة خالصة. اللي انا بس عايزك تعرفه ان الجانجلون دي بوكس كهربا دخل له حاجة اسمها روتز وخارج منها حاجة اسمها الروتز اللي داخلها هو مغلبا تلاتة كل حاجة يعني. سنسوري روت وسنباساتيك روت. اخر حاجة ولها وبعد كده نبدأ نخش في الملحة بقى. aahoo في جانجل يسميها سنسوري جانجل في جانجل في جانجل تانية اسمها پاراسمساتيك جانجل. منطقة اللي هي ده انك مشهورة ان فيها اربعة. المفروض كان الدكتور يشحهم في المحاضرة. بس انتحمده ربنا ميت مرة انا هو ما شرحهمش عشان ده كان موضوع كبير قوي. هو كل اللي هو اقلو في المحاضرة كل ما واحدة بس. ايه يا جماعة نوع او ايه طبيعة الحمد لله. بس انا بكرر تاني. هل معنى ان هي او ان هي طبيعتها ان هي ما فيهاش غير مسلا? لأ. زي ما قلت فيها فيها سيمبساتيك روت وفيها باراسيمبساتيك روت. اللهم اللي اسم منها باراسيمبساتيك جانجلون خليها في الاخر لو حد حابب يفهم بقى عشان دي كصة كبيرة. انا موقعاتا لان عايزك تعرفه ان لو افترضنا لك انت تسألت سؤال امسي كيو كده. ايه طبيعة الجانجلون دي او ايه نوع الجانجلون ده? هي سيمبساتيك ولا باراسيمبساتيك هتقول هي? باراسيمبساتيك روت وممكن نبقى في الاخر نشرحها تاني. نبدأ. نبدأ. ايه الجانجلون دي جانجلون دي انا عايز احفظ فيها اربع غربان. اول معلومة الناتشر طبيعتها نوحة ايه نوحة باراسيمبساتيك تاني حاجة مكانها سهلة هوي. مكانها فين موجودة فين? الحمد لله. تالت حاجة الروتس اللي داخل فيها زي ما قلنا عندي تلاتة روتس مين ومين ومين? سيمبساتيك والباراسيمبساتيك. ممكن سؤال بس دقيقة تفكير. تفتكر انت مين هم السينسوري روت او مين هو السينسوري روت اللي داخل الجانجلون. مين اللي شايل السينسيشن وندخلوا كده جوه الجانجلون. فكر سانية بصها عصورك يا. مين في المجزيلي المجزيلي الروتس اللي هو اللونه ازرق. هو مش المجزيلي الكله هو مين? بالضبط. هم اللي نزلين من المجزيلي نروتس. طب ليه دولة سينسوري. بس كزا. اهو ده يا خلاص ده كله انا عايز اقوله. احنا قلنا في الاول خالص خالص ان المجزيلي بتاعي ده يعني مية في المية سينسوري. الخريطة اللي احنا رسمينا عالبورد دي كلها سينسوري. كل اللي احنا عملين فيهم الصبح دولة كلهم سينسوري. فبالتالي اللي نزلين من المجزيلي نروتس ورايحين للتيرجو دي دولة اصلا سينسوري الموتور. سينسوري. فهم دولة السينسوري روت بتوع التيرجو بالتالي جانجل. هم دولة اللي مدخلين الشايين الشايين كده ومدخلينها يعني او السينسوري روت بتوع الجانجل. السؤال في الامتحان هنا بيجي يمسك يقول. مين هو السينسوري روت الف تيرجو بالتالي جانجلون. الاجابة او بس هل هم الميدل مينجرين لا ده ملوش دعوة. هل هم البوستيريور سيفيريور? لا. هل هم الينفراوربيتر? لا. هم مين? السمبساتيك والبراسمبساتيك ما بيجوش في الامتحان. دي كده المعلومة التالتة. المعلومة الرابعة والاخيرة. احنا مش هنحفظ لان هم كتير جدا جدا. انا بس هحفظ اتنين. بس ممكن معلش هنطلع برا لمنهج شوية. والمسؤول هنا. انا ليه عمل اقول دي اخطبوت اخطبوت كده. انا بحب اقول ليس دي هو اخطبوت لهو تلات ايدين واربع رجلين. هو لهو تلات ايدين يعني لهو تلاتة داخلين فيه. ولو اربع رجلين لهو اربع خارجين منه. فهو اخطبوت فعلا. قبل ما نخش في الاربع اللي خارجين منه. انا بس عايز اتأكد ان انتم عارفين الاتنين فورامن اللي موجودين في البلت. غالبا انا لكم في السكشن. في فورامن موجودة في واحدة موجودة ورا العرطول. عرطول عرطول. ونطر لحساب السنة كده فيه اوباس غنونة كده ورا العرطول هي الفورامن اللي تحتها اسمها خارج منها اسمه ايه? لا. ده تشبه اسمها هي اسمها فيه فورامن تانية شبهها بس موجودة ورا عند اسمها خارج منها بنفس الاسم بقى المراضي اسمه. مش مشكلة لبس كنت بتاكد انتم مش عارف اخر مش موجود. تعالوا بقص على البرانشز بتاعت التيرجو بلاتاين جانجلون دي. التيرجو بلاتاين جانجلون بتاعت دي زي ما قلت مخرج كم برانش? اربعة برانشز. سهل اقوى الاربعة برانشز دولة واخديد شكل كراس. في واحد طالع فوق في واحد راح يميل في واحد راح شمال وفي واحد نازل تحت. سألين اولي. اللي طالع اللي فوق ده طالع فوق رايح للي اللي هو الاربط. معرفتش سميه ايه? سميته مش مشكلة بيجيش في الامتعال. النيرف اللي ماشي يمين? بزبط رايح للنوز. فسميناهم نازل نيرز. بس فيه حاجة. ممكن الورق الثانية? لا لا هي موجودة موجودة عندكم. اول واحد اللي فوق تاني واحد اللي عالمين ده رايح للنوز. فمعرفتش سميه ايه? فسميته? النيزل نيرف. النيزل نيرف دولة بتقسمه اتنين. في واحد قصير اوي. بيقف عند النوز. خلاص يخلص. بصراحة لان هو قصير ما معرفش سميه. فسميته شارت. سفينو بلاتين. وفي واحد تاني طويل اوي اوي اوي. بيوصل للنيرف ويخلصها وينزل تحت ويكمل وينزل على البلت. ويخرج من اول الفورم اللي انتو قلتوها موجودة في الانتيرير اسبكت بتاعت البلت اللي اسمها انسايزف فورم. انا معرفش هسميه ايه? فليته طويل اوي اوي يعني. فوده قلت خلاص انا هسميه بس اسمه اصلا كبير اوي. فلو طب ايه رأيكم ما تيجي نختصره? اسم الشهرة بتاعه. مش هو بيعدي في النوز والبلت. هنسميه نيزل. فاللي انا عايزك تحفظه ان انا عندي هنا نيرف. اسمه نيزل. اسمه? نيزل. ده خارج من الفورمن في البلت اسمه ايه? لما بيخرج من الفورمن ده بيسابلي ايه؟ بيسابليش حاجة هنشوفها دلوقتي حالا بيسابلى حاجة اسمه vuelقين اومكن نقول لي اسم الدة ثانية بيسابلاها حاجة اسمها prevالالالالالالالالالالالالالالالالالال critiques فلاتج super post even العديد ريكو. ده قدник الأول لعسى المغامرتين هو كده القدقات اللى برا يعني وهنشوف معناها دلوقتي حالا ايه. ده ضد كده النيزل تايب مين اللي راجع شمال ورا اسمه نازل تحت كده ما بيجيش في الامتحن. اخر واحد هنشوفه اللي نازل تحت. ده اللي المفروض الاسنان ماسكة فيه. فلنازل تحت ده ما عارفوش يسميه ايه? قاله خلاص هنسميه عشان هو كده كده نازل تحت على البلت. بتاعي ده بيتقسم اتنين برضو زي ما النيزر كان بيتقسم اتنين ده بيتقسم اتنين. بس المرة دي بيتقسم. واحد تخين اوي 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 واحد رفاية اوي اوي. عارف لما يبقى فيه اخين في بيت واحد فيه واحد فيهم بيأكل اكل التاني كده. فيبقى في واحد تخين واحد رفاية. فالبلتين نورف ستقسمه اتنين. في واحد تخين واحد رفاية. معرفتش هسميه ايه? فسميت البلتين نورف التخين ده سميته جريتر بلتين نورف يعني البراتين نورف التخين الكبير. والرفاية سميته زي لسر الزغير الرفاية. الجريتر بيطلع من فورامين موجودة في البلات اللي احنا قلنا عليها من ورى دي اسمها جريتر براتين فورامين بتسميه على اسمه. وبيطلع بره البلات علشان يسابلع حاجة اسمها البلات الميكو بريوسيوم. بس المرة دي كله. البري مولرز والمولرز كله. يعني ده بتعمين? ده بتعمين? ده بتعمين? ده بيرجع الورى. وبيخلق من بس ده ملوش دعوة بنا احنا كاسنان خالص خالص. ده بيسابلاي واليوفيلا. هنقدر نشغل او انت عارفينها اوكي. اللي موجودة وره. انا كده خلاص خلصت. ايه اللي بيجي في الامتحان? اللي اللي علاقة بينا احنا كاسنان. اللي بيسابلاي ايه? واهم حاجة خارج من ايه? دي مهمة جدا جدا. انا كده خلاص خلصت الاربع معلومات اللي انا عايز اقولهم عن الجانجلر. تعال نقراهم سوا او نعلم بس حتى على الاربعة ممكن نعلم عليهم. الجانجلر دي اسمها ايه? او سفينو بلاتان جاجلر. هنعلم على اربع حاجات. اكتب جنبها كده اربعة امسك يو. اول امسك يو او النوع الطيب. اكتب جنبه واحد. نوحها ايه? لا بسرعة نوحها ايه? حلو. تاني حاجة مكانها? اكتب جنبه اتنين. تانت حاجة في الروتز. هنحفز بس السنسوري روتز. اكتب جنبه ثلاثة. ايه السنسوري روتز? هما? اكتب جنبه ثلاثة. الباقي ده. بالنسبة للبرانشز مش مشكلة قوي هنحفز حاجتين في البرانشز. اللي موجود عندك تحت ده? مهم قوي اسمه الفورامن اسمها ايه? خلي بالك هو اسمه. السؤال الناس في الفورامن اسمها بس النرف اسمه ايه? مش ده تشعبه اسمها ودي ده سؤال بيجي فتحانك كتير او امسك يو هنشوفه في الروفاجر. بس ده سؤال يعني ده سؤال ما شهو جدن 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 كويس انتو قلتوه. احفزوه الفورامن اسمها? خارج منها خارج منها خارج منها ما اسمه ايه? بس زبط كده حاجة وعند. بيسابلاء ايه ده? بالتاني اسمه ايه? اللي ورا ده خارج من فور اسمها ايه? نفس الاسم بس سهل بعدها. وبيسابلاء ايه? بس بتعمين. حلو. في واحد تاني اسمه بس ده مرش داعو بينا احنا كاسنين. ده ورا بقى ده. اخر حاجة نقول ها ودي الزتونة. ممكن اخر صفحة دي نكتب عليها من فوق كده دي الملخص الزتونة. وانا من هنا ورايح من هنا ورايح. كله اول واهم صفحة اول صفحة تتذكر هي اخر صفحة زي ما قلنا في البريك. اول صفحة هي اخر صفحة. قبل ما تبدأ مذاكرة ده كله تذكر اخر صفحة. تحفظها صم صم زي اسمك. انا لو لو انا ما كان كنت ممكن تقطع اخر صفحة دي وتحطها قدامك على المكتب. لان انت هتبطل تنتهم في اخر صفحة دي لحد ما يبقى عندك ستين سبعين سنة. ده شغلنا. اي حاجة هتقدم فيها هيطلبه منك ده. اسماء الف به. حلو فهتبطل تنتهم في الصفحة دي لحد ما اطلح حياتك. قبل بس ما نبدأ في ازاتونة. ممكن نفتح الاسلايب. برر الملحك كده فكر كده. انت تباكي عندك اولا الكافتي. ايه هي اللي فيها اللي محتاج ترميلها يعني محتاج يبقى فيه فيه. طبعي. مسلا صح. ادي اول حاجة طبعا. ده اهم حاجة. ايه تاني? سوري? حلوة اوي ايه تاني? ايه تاني? ايه تاني خير? طبعا. بدليل ان احنا لما بنخلع سنة مثلا لازم نخضرها عشان ما يحسش ببين فده معنا اكيد البون. ايه تاني? ايه. في حاجات تاني? تعالوا بس الاول نتكلم عن الانات ومن كده خلقت ربنا ربنا خلق السنين عاملة ازاي وبعد كده نشوف ايه اللي محتاجة. ربنا خلق اي سنة بتبقى طبعا ماسكة في احنا بنحب نسمي والسمنتم كمان بتاع الاسنان بتاعنا بنحب نسميهم زيه بالعربي يعني المؤسسة للسنة. يعني من الاخر اللي بتهولد السنة في مكانة اللي بتمسك السنة يعني. فيبقى كده ايه معنى كلمة اللي احنا عاملين نقولها من الصبح دي? هم مين? والسمنتم اللي هما يعني حوالين السنة نفسها. عندي سنة مسكة بيه في البون. فوق البون على طول ربنا بيبقى خلق لطبق ارفياء عقابي واسمها مهم جدا تحفظه صم بنسميها كلمة يونانية يعني حوالين كلمة يونانية يعني عضم. فبري اوستيوم ده عبارة عن مبريل ربنا خلقه بيغلف معظم البونز في جسمنا. وفوق البري اوستيوم بقى بيبقى عندنا الجنجفة الامورة باللون البينك بتاعها او اللي احنا ممكن نسميها الميكوزة زي ما انت قلت. في عندنا بس حاجة هنا. احنا لاحظنا انه الميكوزة والبري اوستيوم هم اللي اتنين لازقين في بعض جدا 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 جدا. فاحنا في السورج من هنا ورايح بنعتبر الميكوزة او الجنجفة والبري اوستيوم واحد من كترا مما مسكين في بعض. وبنسميه照 كنين بنسميهم يعني ايه بقى ميكوزة و من هنا ورايح في الكورس هنا مش عايز اسمع خالص كلمة او كلمة كلمة او كلمة احنا من هنا ورايح نعتبر بري او كلمة واحدة وهنقول عليها على بعض كده نقول عليها تانية وبالتالي انا عندي حاجة اسمها بكة الميكو بريوستيوم او الانجوال ميكو بريوستيوم اللي هي البكة الجنشفة والبكة البريوستيوم بصم الاثين متحدين مع بيع اللي انا نفسي ارملها انا عايز ابعت نيرفز لمين? انا عايز ابعت نيرفز لاربعة اول عندي طبعا تامي عندي بتسميها تاني بتسميها اللي هم مين والسمنتم صح. تالت هو اللي هو البكة الجنشفة والرابع هو البلات الميكو بريوسيا والجنشفة والبلاتل آآ بريوسيا. محنش نكتب حاجة يا ساني واحد انا هقول لكم نكتب كل حاجة بس المهم ما نحطше ابحث نيرفز لكم. في قانون عندنا في الا dungeon بقي ال riff التلاية دول واخدين من نفس النرف. الببر såيد واخدين من سيneys PERIOR. وبتوقع Миวلرز من الميدل سيبيرير. نوع من ميلرز من ال سبيرير. لدمنا اخد شخص واحد بس هو مين? ال sapphire root بتاع الأبريل سيكس. ده الوحيد اللي ما اخدش من ال سبييرير بس اخد من الميدل سوبيريور. ليه? لان احنا كنا اخدنا في الدنتشن لو تفتكر ان معظم ما مش كله طبعا معظم الابر سيكس تلتت شوية. وان الميز يبكر روت بتاعها بيبقى مجازا ملوح يعني تلتت شوية وديفيتت شوية اقرب للبريمولرز. فاحنا بنقول بما ان الميز يبكر روت بتاع الابر سيكس ده حادف على البريمولرز رمي يمين يعني كده شوية. فبيقع تحت نطاق السيطرة بتاع الميدل سوبيريور ومش بتاع البوستيريور سوبيريور. عارف لما يبقى فيه مسلا الركنة اللي بره دي وكما مقسمنا كده كل سيس له حتة معينة بيركن فيها العربيات. لو انت عربيتك دخلت علي فانا هدفع فلوس للسيس ده. لكن لو عربيتك راحت في المربع ده هتدفع فلوس للسيس ده. نفس الفكرة احنا هنا مقسمنا سياس. انا اسمي ميدل سوبيريور دي منطقتي. اي حاجة هتخش هناك انا اللي هرمينها النور. انت اسمك ايه دي منطقتك. اي حاجة هنا ترمينها النور. فاغلب الحالات دي يبقى حادف يمين شوية حادف عن ميدل سوبيريور. فبياخد من الميدل سوبيريور. هل ده في مية في المية? لأ اللي انا اقوله ده مش صح بس ده اللي الدكتور قاله في المحاضرة واللي قاله في الباوربوينت بتاع بياخد من الميدل سوبيريور عند اتنين وسبعين في المية من دي معلوم مش صح بس دي اللي احنا نفزها لان هو دي المعلوم اللي هو على في المحاضرة وكتبه كمان في الباوربوينت بتاعه. اوكي وهنكتبها دلوقتي حالي. فممكن حد يلخص لي كده الباوربوينت بتاع السنان. بتاع المولرز واخدين من مين? هل معهم ده? نعم. بتاع البريمولرز واخدين من مين? ومعهم عند كان في المية? تين وسبعين في المية. بتاع الانتيريز دول انا مفهمش لغباطة واخدين من? الانتير. بنسبة لي البلت ده سهل قوي. ده سهل قوي واخده من فيه كلمة سهل قوي. يعني بعد ازا نخلق كده على سهلة. يعني بتاع الانتيريز واخدين من بالاتاين. يعني بالاتاين ميزو بالاتاين. واخدين من بالاتاين. تعالوا بقى نكتب او الاسئلة تيجي في الامتحان. اه صفحة تمانية فوق خالص. اول سطر مختوب لك وهو جنب كده يكتب اللي هي تساوي يعني. بون. الفيراربون. بلس بريدونتال لجامنت. بلس سيمينتل. ده معنى كلمة وبعدها مكتوب باكال او ليبيال ميوكو بريوسي. اكتب اللي هي معناها. باكال جنجفة او ميكوزة بلاس بريوسي. وتحت مكتوب ميكتب لها بين قصين كده بالتال بين قصين جنجفة بلاس بريوسي. والدكتور من حقه من حقه يسا لأي سؤال. يعني مش شرط يقولك بتاعت ال division cinco اخت من مين? فاش حاس م Coming. مم يقولك الراتب sean هش miejscو выходة من مين. مان تفهم هل اعني من الراتب الم Pearadone اللاجمنت معناها المبkum spicy? البون اللي جنب الخلف اخت من مين. الفيراس الجنجفة. بتاعت ال six اخده من مين. فهم مش لازم يقول بلات الأميكو بريوسي. لا nicht ن diagnostica. Simmons يسأل اي شيء. بلات الأميكو بريوسي إنكتب بين كصين كده. في النسبة له tent another tooth ، تمام? هنكتب البريمولرز بلاس ميزيو باكا روت اف سيكس. ده فين? عندي اتنين وسبعين في المية من البيشنس. واخدين من جنب البريمولرز زي جنب كلمة اكتب بلاس ميزيو باكا عند اتنين وسبعين في المية من البيشن. اللي تحت اللي هي مولرز سيكس وسبن ويت اكتب اكسبت ميزيو باكا روت اف عبر سيكس عند اتنين وسبعين في المية. اكتبها اكتبها احتياطية. عشن دي حاجة اكتبها اوكي? دي حاجة مهمة. السؤال ده بيجي في المتاحة كل سنة اوكي? ده. وده بص اخر صفحة دي بتيجي في المتاحة كل ايان اخر صفحة دي تحفظها صم زي صم. صم. ممكن نلعب شوية لاب. قول لي كده بتاعة الابر فايب. واخد من مين? حلو. قولي لي بتاعة الابر سيكس. لا. في حاجة. دايما عشان ده سؤال مشهور او في الاوران. لو في دكتور اقال لك قولي لي بتاعة سنة ما ينفعش تللو اسم كده. لازم تقولي لي بص. والبكر مسلا بتوعها واخدين من كزا. بس بتاعها واخد من كزا. لازم تقولي لي هو انت اصدك ايه بالزبط في السيفن? ولا كزا. فالقام انا قلتك قولي لي بتاعة السيفن. هتقولي لي ايه? بزبط الداخلة كده حلو قولي. والبكر بتوع السيفن واخدين من? بس حلو قولي. مواخد من حاجة اسمها بلاتاين. ايه بلاتاين بقى? بلاتاين حلو قولي بتاعة صح? حلو قولي. في حد عنده ايه شوال? طب ممكن هو ده بصراحة انك عايز اقولها لكم في. بس اه. بس اه. بس اه. بس اه. بس اه اه. بس اه بس اه ده يعني بس يعني اعرفوه حتى مؤقتا. بس اللي هيجيوب عليه ده يبقى. ممكن نكتبه قصاد الصفحة الناحية التانية. ونجاوبه. هاي يلا ايه ده? هاي يلا ايه ده? بس اه ده بس اللخباطة حلو احنا كلنا كليا بنضغبط لخباطة ايه اول ما شوف على طول او مرامي بس هو ايه? احنا زي ما اتفقنا عندنا اربع حاجات اربع حاجات. بص عمر ما الدكتور هيسألك سؤال برا لاربع حاجات. هو هو حاجة من اربعة. حلو? ايه اللي اربع حاجات? البون داير ما يدور بكله بالاتل. البريدونتال داير ما يدور بكله بالاتل. السمنتم داير ما يدور. بكله بالاتل. وبكل ميوكو بريوسي. البلتال دا بالاتل ايه? بالاتل ميوكو بريوسي ما هو اللي واخد من النيرف اللي فيه بالاتاين. فلما اقول لك بالاتل الفيلاربون. افيلاربون كلمة الفيلاربون معناها المهمة. يبقى بالاتل العفريت مش مهم. المهمة بالاتل فهنا لو لقيت كلمة بالاتل الفيلاربون بعد اذنك اشتبها وكتب في ويهة وحل السؤال كانوا يبقى كده بتاعت الابر فايف واخده من مين? واخده من الميدل سوبيلي. مش شرط اعبر فايف يعني انت تسعبت ايوه بقى? اي حاجة. لمهم كلمة الفي لاربون لو شفت كلمة بون معناه انفاسي ساعة. طب لو بدأت كلمة الفي لاربون كانت بريدونتا اللي لاجه من انت. نفس الموضوع. اي اي بزق سمنتا اي بون اي بريدونتا اللي لاجه من اي سمنتا ده معناه اخر حاجتنا في الحالات دي هتبقى اللي هو حاجة بقى مثلا او اخر حاجة هنقولها خلاص في حاجة اسمها دي حاجة الدكتور ما لهاش في المحاطرة بس احنا نقولها ومهمة واحفاظها كده كده حتى لو ما لهاش لان ساعات بتتسيل فيها حتى لو ما لهاش في المحاطرة وهي مهمة او تبقى عارفة ليك انت حتى لايناها في العملي مهمة جدا جدا. بوس يا سيدي احنا لاحزنا انه اغلب عندهم او الرسمية كده الاصلية لها عندنا كلنا اللي احنا عملين نرغي فيها من الصبح. مؤخرا لاحزنا ان في شوية عندهم زيادة عن اللي احنا عملين نذاكر فيه من الصبح. اوكي? زي ما دول كده احنا كلنا لا طولنا سابت ولا وزنينا سابت ولا شكلنا ولا اي حاجة ففيه طبعا فيه الاناتوم بتاعات. فاحنا راحزنا ان فيه شوية عندهم في الاناتوم. ايه عندهم زيادة. على اللي احنا عملين نرغي فيها دي. عندهم طبعا النرفز دي هي هي. بس عندهم زيادة. فاحنا معرفناش نسميهم ايه? فسامناهم زي. اه 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 زيادة على الاصلية اللي هي كده كده بتبقى موجودة. بالنسبة للعبر عندنا اتنين اول واحد وده مهم اوي تعرفوا ده حفيدك جدا جدا في العملية اكيد برضو ده كده في الالسكشن ايه لكم. حد هنا البي كده اقرر بيخضر ابر انتيريور. هتشوفوه. عندنا مشهور اي هو اسمه. اين يسمه ايه? عارفين جسمنا كله متعاسم راية وليفت. بصولي. المفروض انو انا عندي. بالنسبة بيسابلاي ايه؟ بالبو اني منكو برئوستان. بتاع الرايت انتيريور. وعندي بيسابلاي نفس التلت حاجات بس بتاع على اللفت. احنا لاحزنا انه ساعات كتير بعد ما بيسابلاء البالبول بيقوم حادف عن ناحية تانية. رامي عن ناحية تانية. عادة ما في واحد ساي العربية ويكسر يحدف عليه كده. ساعات كتير بنلاقيه بيحدف على ناحية تانية. ونفس الكلام لاحزناه في اللفت. اللفت بعد ما يخلص يسابلاء اللفت كانين. اللفت سنترال. يقوم رامي كده حادف على كمان. واحيانا بتوع. ليه هم عاموا الحركة دي? الله هو اعلم. احنا لحد دلوقتي مش عارفين. بس احنا بنقول هل احنا جسمينا في هل انت عندك سد مسلا في النص عندك حاجز معين يمنع ان دا يعدي هنا او دا يعدي هنا ما عندكش. فعادي لو كان فيه بتاعه سريع شوية او فيه اي عادي جدا بما انه مفيش حدود مفيش حواجز عادي ان واحد يمين يقوم حادف سيما العارف في السواقة طول ما ما فيش قانون ممكن كلها يحدف على كله. عارف لو في قانون ما حادش يحدف حد تاني. بس عشان هعارفين ان هي خلطبيطة فكله بيحدف على كله. نفس الموضوع بما ان هنا مفيش حاجز او سد ففيش لو في اي ان هم يحدفوا على بعض. لو عده للليفت. والليفت عده للريت كده هم عدوا او عملوا عشان كده احنا سميناها سميناها تاني. يعني ايه عملنا? عدينا عدينا للليحية التانية يعني. دي مهمة جدا كل اللي عليك تعرفوا انه في منطقة عامة وعمة دي موجودة في اللور يعني ان شاء الله المرة الجاية نشوفها برضو موجودة في منطقة غالبا غالبا ده شايف السنترال ده بصليكت غالبا السنترال الريت بيبقى واخر من الانتيريور وكمان الليفت. شكده انتم فيه ساعات في الدكتور يقول لك طب معلش باقي شوية اناسيزيا ويديهم شمال شوية ويديهم يومين شوية لان هو بيتوقع من احتمال احتمال يبقى فيه كراوس اينفشن. هالناس كلها عندها كراوس اينفشن? لأ. زي مونا دي اكسيسور اينفشن. طب حاجة تانية ودي بتيجي برضو في الامتحنات. الدكتور ماناش في المحاضرة بس معلش احنا نحفاظها وتخش بيها الاورال حتى الحاجة مهمة جدا. في اللي قدام القناين. اش معنى القناين? ما له القناين? الرسمة اللي حلسة رسمنا هنا دلوقتي دي. احنا رسمنا هنا وده البلت بتاعه وهنا عنده سنان انتيريورز وهنا عنده وهنا في مولارز وهنا في نيزو مولارز وهنا في نيزو مولارز صح? دي رسمنا حجل نسمن? احنا لاحظنا انه ساعات كناين بتاعي المفروض ان هو رسمي كده واخد من مين? واخد من النزو مولاري لحد عنده ايضا? لاحظنا ساعات انه بعد ما بيخلص نفس الحركة برضو ساعات كتير يقوم حادف يمين شوية. كاسر على جنبه. رامي يمين شوية. ليه? ما فيش سبب معين بصراحة الحد الوقت يمش عالفين. بس بيقول ان هنا منطقة الكنائل هنا في حاجزة او سد ما فيش. فلو كان في واحد يدفلو اتننتعه سريع شوية او كتير شوية او عنده اي في الاناتومي عادي جدا انه يخلص ويحادف يمين. يعني هم ما كفهوش ان هو يسفلاي كل المولرز والبريمولرز. لا ده كمان بيرخم عن نزو بلاتاين الغلبان الزغنون ده ويقوم رامي كمان حتة كده عند الكنائل. فمنطقة الكنائل البلاتالميكوبريوستيم اللي عند الكنائل ده هو البلاتالميكوبريوستيم الوحيد الوحيد اللي زي ما تقول كده فيه تشابك او تداخل ما بين اتنين نورف. النورف الاصلي اللي موجود فيه هو مين? نزو بلاتاين. بس مين الرخم اللي جيه شبك علينا? مين الرخم? جريتر بلاتاين. فالحركة دي بين النورف لما فيه نورف زي ما تقول ينط كده على نورف تاني يعمل تشابك مع نورف تاني بنسميها اسمي ده مهم قوي. تاني بنسميها بالعرب يعني تشابك او تداخل. السؤال هنا في الامتحان بيجي يمسكيوب بزبط يقول لك مين السنة الوحيدة اللي بتاعها فيها كان عيدة. طب لو قالك ده عنستموسيز ما بين ايه? مين اللي شبعه مين اللي دخل في مين? مبين النيزو بلاتاين وبين الجريتر بلاتاين. هل دي موجودة عند الناس كلها? لأ. في شوية ناس ممكن يكون عندهم الموضوع ده. احنا كده خلاص خلصنا. انا عارف انتم تعبنين طبعا بس سريعا كده. ايه بالزبط اللي يتذاكر? انا بحب دايما اخر ديتين كده. نقول بالزبط ايه لا يتذاكر? انت لما تراوح البيت هتذاكر ايه? مبدايين كده? بالزبط. اول صفحة فاتذكر هي? انا بحب اذاكر ليا دايما اخر صفحة اول صفحة. لان انا بصراحة لو انا دلوقتي داخل الشبطر وانا عارف انه بتقنى مسلا ده واخد من ده. بتقنى ده واخد من ده. بطاله ده واخد من ده. طول الشبتر وانت عملت قراءة هتلاقي ان اصلا تلات اربع خلصت مش هيقولنا انت هتحفز كل مين؟؟ انت لو حفظت اخر صفحة اصلا انت قلق نص الشفتر. كل النرف اللي عملت فتريك التوريدي خلاص حفصته. فدايما اهم صفحة تتذاكر هي اخر صفحة. تتذاكر الحاجات اللي هي العادية وتتذاكر كمان بعد ما تخلصها ويس قوي بقى ابدأ عادي الملزمة في العام. لما بتبدأ في اول صفحة اول صفحة هتحفظ فيها اتنين اللي احنا علمنا عليه. من اول صفحة اتنين زي ما قلنا من اول صفحة تلاتة لحد صفحة خمسة هي شبه لو وانت زكيرت اخر صفحة. شبه هتبقى بالنسبة لك كانها دول. هما معلومتين اتنين بس اللي بيجوا فيها. مهمين اوي. اللي احنا كتبناهم او زاودناهم صفحة اربعة. اللي هما سوبيلور دينتال بليكسوس وعلاقة النرف بالمجزيلي ساينوس. شكرا. هما دول بس. الصفحة رقم ستة اللي هي بتاعت الجانيلون هنحفظ الاربع معلومات اللي احنا قلنا عليه. في حد مش عارف هيحفظ ايه. في حد تايه. ده بالمرة جانسان. شكرا.